السلام عليكم اخواتي مرحبا بكم اتمنى ان شاء الله تكونوا بكامل بخير ويلقاكم هاد الفيديو بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معاكم محاجب ارواية اللي رام دارين حالة في الواراشات وفي مواقع التواصل الاجتماعي جوا بزاف ابنان وخفاف المعدة اقتحهم بنين 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 قولكم ان شاء الله تجربوهم تنجحو فيهم ما تبخلوناش بالجام والبارتاج هنا ايه اول حاجة تديد كمية عسميد هنا سميد على حسب الى كونتيتي اللي بغيت ديرها انا هنا ادي تقريبا ربعمية قرام تع سميدة ارطب الخاص تع المسمن درت هنا نصف مغرف كبيرة تع سكر ودرت الملح وهنا لازم تديرو الملح تولو تنسى ولا خدش لا نسيتو الملح عجينة التحكمة وليت تقطعه نخلط هنا السميد وقاع من بعد نبدأ اللم فيه بالماء الماء عادي ماء ولا حاميلة لا دافي لا والو عادي اللم العجينة مندلكها ماء ولا علم هاتنا نتحصل على العجينة كنت اشاركت معاكم شعال من طريقة في القناة تع العجينة تع المسمن غدي نخلي لكم الروابط في صندوق الوصف طريقة اللي غدي نديرها اليوم هنختصر عليكم الفيديو اللم العجينة التاعي من بعد نشمخ كيس بلاستيكي ونحط فيه العجينة نخليها تريح من ربع ساعة لعشرين دقيقة نعاود نرجع لها نعجنها شوية ونعاود نشمخ هذه البورسة ولديك الساشي ونعاود نخليها تريح ربع ساعة عشرين دقيقة كل مرة كي من هكا نديرها واحد ثلاث مرات ولا اربعة من بعد نعاود نرجع للعجينة نلقاها الاستيك ونلقاها دايل الفقاعات تم نبيزوها دروك انا غدي نخليها ونجي نحضر الحشوة لخاطر الحشوة تدير بزاة في الوقت في الطياب وماذا بيكم توجدوها على البكري وتكون باردة هنها غدي ندير تشكتوكات على البصل العادي ما غديش ندير فيها الفلفلة هنديت هات الاشور صافو ميكس اللي كنت ديجا شاركتها معاكم قلت لكم يتحن كل شي اليوم غدي نتشوفوا معايا يتحن لنا البصل كي ما رانا بغينا تشكتوكات على المحاجب ما نديروش البصل الارابي لازم نديرو البصل مكعبات بهجينة بنينة هنديت تقريبا نرطلت على بصل احمر والبصل الخضر نقطعهم هكا مكعبات سارحانا نبغي البصل الخضر يجيب الزافة بنينة في الحشوات ونجي هنايا نتحنه دوقت شوفوا هنايا معايا انا هنا غدي نتحنه ندير الفيتاس دوز يام ونضرب ونحبس نضرب ونحبس ينتحن هاداك البصل ينتحن لك شون مكعبات صغيرة بلا ما نقطعه شوفوا هنايا كيفاش ينتحن لنا غاية الغاية بركة هنايا ونجدوها على البكري بهتبرد هذا هو شوفوا كيفاش يعطيكم البصل ويتحن لكم كل شي زعمها ما شاء الله ما تندموش عليه ودراهماها حلاليين انا نحط ذاك البصل التاعي في مقلة ولا في طاجين ولا ولا كتي مقلة قاديري كوكوطة من بعد اديتوش حبات طوماتيس يكونوا كبار ثاني قطحتهم الحبة على ربعة ودرت معاهم واحدة فلفل حار للناس اللي تبغي الحار الناس اللي ما تبغيش الحار ما تديريش الفلفل ثاني نتحن كامل طوماتيس هادي مليح مليح بها بالقشرة بقاع ونحطها على هاداك البصل هي اللي غادي تعطيني هاداك الماء اللي غادي تطيب لي فيه العصص بلا منديرو الماء لننأكد لكم ما نديروش الماء تطيب غير في هاداك الماء تعطوه معطيس من بعد هنا انا ما عنديش التوم درت هادا الكريمة تحتوم جوات تحضيرها غدائية مخدومة بالتوم الأحمر جيب الزافة بنينا تعقد لكم العصص ولا المرقة ولا والمادق تحبني هنا درت مغرف كبيرة تحضيرها ولمان كتروش من بعد عندنا مغرف ونصطه ما تستع القوطي على حساب الكاليتي تحتها وعندنا الملح وشوية السكر ما تجينيش اللاصص حامدة هنا عندي توابل تحسيده ونضرب الفلفل اسود من بعد الاستحاقية نزيت فيه الفلفل احمر مش شيء ضروري وعندي هنا تقريبا نصف كاز زيت نحطهم على النار تكون متوسطة بارد في بارد خطرة لخطرة نقلبهم كما نقولوا تغطوهم بلغطة وتخلوهم حتي طيبنا هاداك تشكتوكا بمحاجب توعليم انا غدي نديرهم بالجاج اشي تبغوا تديرو الحمطحون تبغوا تديرو كما بغيتون توم هنا اديت حبة عبصل قطعتها ثاني مكعبة تدرتها مع الزيت وخليتها حتى تقلت تتحمرت كما راكم تشوفوا تعطيني بالناشابة زيت عليها هنا ازدرتها الجاج اللي كنت تتحنتو ونبدأ نقلي فيها هنا اياه ما نخلوش هاداك الجاج يتكوّر لازم نحلوه قبل النار تكون قاوية بما يطلق الناش الماء عاد من بعد بها نبدأ ونديروه في التوابل هنا كما راكم تشوفوا الجاج التعناه بعد ما حليتو درت هنا اياه الملح من كترش ملح درنا سكنجبير دائماً توابل سيدو يلا درتو الحم ما تديروش سكنجبير درت هنا اياه الكوركم هنا عندي هادو توابل شابين بل بزيف ماريني داجاج تبقوا تديرو شاور ما ديرو ومام الجاج تقديرو مكعبة ودرس هادلي بيس سبيسيال تحكيفتان بالصح انا جربتها في الجاج وعطاني بنا شابة سفي درس منناه شوية نقلي كامل هاد الجاج التاعي نخلي حتى يتجب من رمليح وينشوف لي من كامل هاداك الماء نزيد عليه المعد نوس نقطع عرقيق وشوية احشاب عطريا ونطفي عليه هنا نجيل العجين التاعي شوفوا العجينة كيفاش تولي ليس تولي كشوية دلكتوها بيديكم ندهنها بشوية تعزيت ونبدأ نشكل في القريسات كما نقولوا هلا تعالعجين هنا غادي نحتاجو زوج ورقات في الحبة حبة تكون شوية كبيرة والاخرى صغيرة سوف ندير واحدين غي صغار قريسات غي صغار والاخرين يكونوا متوسطين لحجم يعني واحدة قد سافر البيضة واحدة قد حبات على المشماش هكا بها نوضحها لكم شوفوا هنا العجينة كيفاش راهي معانا نحطهم في بلاليكون تدهنتو بالزيت ونغطيهم بسربيتات تكون مشمخة ونخليهم يريحوا من بعد هنا يديت بابي كويسون قطعتها دويرة على حساب الحجم ليكم بغينه تبغوا تصغروها على هكا مش تكبروها صغروها أنا هناك تحت على طبسي نحل العجينة التاعية مليح كما راكم تشوفوا العجينة نحلوها ونكسلوها مليح بهم مجينة شخشينة في الأطراف وفي الوسط وكود دائرة تاجين النار تكون قليلة بل بزيف ولا حموه وطفوه ونحط هذه الورقة ونخليها قد ما تشد روحها يعني الطيب برك شم النار كما نقولو ونقلعوها هكا ونديرها في كيس ونخليها بها تقعد لي طرية بما تيبس شو يضربها لهوا من بعد هنا الحشوة التاعية كما راكم تشوفوا فيها بردت خليتها على جهة هنا يديت تكتوكة التاعية تانية رهي بردة تزدتها غير مع نزكة تحتها رقيق وزدتها شوية تعله ريسة هنا عندي الفرماجة تعب القايدة عندهم تعلقودة قلت لكم جبن طبيعي وعندهم تاع الشيدر وهنا التحضير الجبنية اللي غادي نخدم بها ثاني مخدومة بتخواف خوماج وغادي ندير معاه في كامون بير انتوما تديروا كما تبغوا هنا جبت ورقة طعب طهي بها يساعدني سيرتوا المبتدئات نحل الورقة يعني سيطيبنا هادوك الصغار اللي قلت لكم جايين كي سافار البيض دروك نحلو اللي جايين كي قد الحبات على المشماش نحلهم تاني فوق البابيكويسون ودايما نستعينو بالزيت ونكسلو العجينة فهما يجينا شخشان وانا الطريقة اللي درتها اليوم كشغل الحبات ما تجيكم مش كي ما نقوله احنا دكيت السمعي بلي دوبلي دقولي غادي تجي معجنا ولا درتها بوحدة الطريقة يجو بزيف خفاف نجيب هادوك حليت الورقة اللولى نجيب هادوك الورقة الزاوجة الصغيرة اللي كنا طيبناها كما راكم تشوفو من بعد نجيب لاصوس التاعي لقدتلكم لازم كل شي يكون بارد الحشوات تكون باردة لازم بحطي ترفدي الحبه نحط هنايا هادوك لاصوس التاعي اللي كانت باردة وهنا الحشو اختياري تبغو كما قلتلكم تديرو الطون المرقاز الحمطحون تبغو الدروب واليغوتي كي ما بغيتون تومها هنا حطيت الحشوات نحطها على شكل متلت بها الطريقة من بعد نجيب الحشوات على الجاج تاني نديرها هنا قلتلكم طيقو تاني تديرو الجاج شاورما يعني تقطعوه مكعابة تديرو له تتبيلة تخلوه يتشرب من بعد تقلوه طيبوه بصحة كي يجيكم خير من بعد هنا اديت التحضيره الجبنية تاعد تشيز داي قلتلكم الشاب باب البزاف يعني هي تحضيرها بصحة بنينة والدوب والمادة اقتحها يعني شباب نديرو منها فوق الجاج من بعد عندي الفرماج تاع بالقايد هذا اللي قلتلكم عليه غادي نستعمل انا تاع الشيدار نديروه فوق هدك الجاج وفوق هدك الفرماج بها الطريقة هنا الأجبان نديروه كما تبغوا طيقو تديروه فرماج فوندو ما تديروش الشيدار وما تديرو حتى حاجة كل واحدة والموجود التحض طيق تاني تديري الجبن تاع الموتالات تاني يجيكبنين مهم برك الفرماج يكون يدوب هنا نرابي كامل هدك الشيدار فوق الفرماج التاعي من بعد اديت هنا الكامونبر اللي قد قطعتها كشي رائح ونديره فوق الفرماج من بعد نجي هنا ينغلف هدك الحشوة التاعي لشكل متلت في هاد طريقة هنا ما قلت نسرع لكم الفيديو بزاف بهمت يعني تكون عندكم الفكرة ونجيب هنا العجينة التاعي ونغلفها فوق هدك الموتالت ونغلفها مليح مليح هنا الكسط اللي العجينة ما تخافش منها تقطع لك يعني عادي هدو كسط زيادة العجين انا قلحتهم مبغيت نخليهم في الحبة بهم ما تجينيش الحبة معجنة هنا الفوق اللي قلبتها برك ومن بعد الطاجين تاعي يكون حامي النار تكون قليلة ما نطلقوا لهاش النار بها هي طيبونا على غرضهم هنا تبغوا تديروا الزيت تبغوا ما تديروش انا ما نبغيش نكتر الزيت شوفوا هناك كاين اللي يغلف هاد الحشوة على برا الثاني تتغلف تشغل جيكم الحبة قعم غلفة انا ما درت لاشها كقدرتها بهات الطريقة تجيكم بزاف ابنينا شوفوا هناك هاد الحبة اللولة اللي كنت طيبتها نبدأ نطيب في هاد الحبة راني ندور فيها كشورة نطيبوه في المسمن ندور في الحبة ندور في الحبة يعني حتى نشوفها ذات اللون ونبقى نقلب فيها وراني نسق منها في الأطراف يعني الطياب التحى يلعب دور بجيكم هاكا شابة وكيما تعرفوا المحاجب ينتكلوا حامين يعني انهال يديري المحاجب انت طيبي هما يأكلوا عكا بحي يستبنوهم وطيقوا تحتهم ديهم حتى كمشروع مدار مربح يعني وتسترسق على روحك هادي هي شوفوا هنا يا راني نقلب في الحبة يعني ما نخفلش عليها من بعد نطيبها على كامل الأطراف ما نطيبوهاش غير ملفوقع الوجهين منه ومن ثاني نطيبوها نوقفوها ونطيبوها احنا برا قدرت شوية تعز زيت شفت الزيت قليل درت شوية تعز زيت ونبدأ نحمر في الحبة التاعي بها الطريقة بعد وكفوها طيبوها كامل على الأطراف ونحطها على بابي اسويتو ونخليها يعني تنشفلنا من هداك الزيت يعني انا ما كترتش هادي هي وغادي نكمل بعد نوريهوكم جاهز ان شاء الله في صحن التقديم المحاجب بتوعنا رواية لرهم واجدين كما راكم تشوفوا هدا هو الشكل النهائي عند التقديم قدمهم هكا كل واحد تطلو حبتو ومعه الهريسة يتجوزوا ولا تبغضلوا سوس ألجيريان ولا مايونس كل واحد كيفش يبغي يأكل هم المحاجب احنا الجزائريين عادنا كما قال لك عادنا عادات غريبة كل واحد كيفش يبغي يأكل انا هنا درتهم بالهريسة كما تعرفوا المحاجب الجزائرية تنتكل بالهريسة يجو حارين سوسوى شوفوا هنا يلحبها كيفش طابتنا وقلتو لكم طيبوها على كامل الأطراف بحجيكم طايبة ما تجيش مع الجناء وتجيب الزف خفيفة دلوها بهذا الطريق اللي تيتهلكم واكيد اكيد غادي تعجبكم وتعجب كامل العائلة اهنا غادي نقسم لكم بحجوفوا كيفش جاوم الداخل يعني جاوم فرمجين مشي مع الجنين نهائيا والبنة التحم يعني ما نحكي لكمش ما تبخلوناش اخواتي بالجام والبارتاج والسلام عليكم